وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا موفد تلفزيون المصري أحمد عبدالصامد أحمد بعد التحية ماذا عن مؤتمر بغداد 2 وماذا عن البيان الختامي لدعم دولة العراق نعم دينا أسدل السطار على النسخة الثانية من قمة بغداد للتعاون والشراكة هذه النسخة التي جاء البيان الختامي لها مكون من سبع فقرات رئيسية ربما أهم فقرة فيه بأن المتواجدون في هذه القمة اتفقوا على استمرار الدعم والتأكيد على مخرجات قمة بغداد واحدة التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد من العام الماضي تحديدا في شهر أغسطس منه هذه القمة التي أكدت هذه المرة أيضا على دعم العراق ومساندة العراق في التحديات التي يواجهها وبالتحديد حدوده الملتهبة أيضا أكد الحضور على ضرورة أن يكون هناك إعمار وتنمية حقيقية والتصدي للملفات التي تواجه ليس فقط العراق ولكن تواجهها كل الدول بسبب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ربما أبرز هذه التحديات ملف الصحة أزمة الدواء أيضا الأمن الغذائي والأمن المائي وأيضا تحدث الحضور عن ضرورة أن يكون هناك دعم وتكامل اقتصادي فيما بين دول جوار العراق والدول الصديقة للعراق لعمل تكامل اقتصادي فيما بين بعضهم البعض تحديدا لكن على هامش هذه القمة قمة بغداد للتعاون والشراقة انعقدت منذ قليل قمة أيضا خماسية هذه القمة شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأيضا الرئيس الفرنسي ملوان مكرو ورئيس مجلس الوزراء الكويتي ورئيس مجلس الوزراء العراقي أفو الرئيس الوزراء العراقي كان مشاركا في هذه القمة هذه القمة جاءت للتباحث والتنصيق فيما بينهم تجاه القضايا التي هناك روابط مشتركة تجمع هذه الدول بعضهم البعض فيها إذا تحدثنا عن أهم ما جاء فيه كلمات القادة المشاركين في هذه القمة قمة بغداد للتعاون والشراقة نجد أن القاسم المشترك كان في هذه الكلمات هو التأكيد على دعم العراق التأكيد على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وكما قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنية أن أمن العراق هو من أمن المنطقة ككل أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أكد في ختام كلمته على أن مصر ستظل دائما داعمة ومساندة للعراق وشعب العراق العريقة صاحب الحضارة العريقة ولن تتخلى عنها أبدا وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التعددية المتواجدة لدى الشعب العراقي أو لدى بغداد تحديدا هي تعددية من الممكن أن تكون قادرة على تحدي أو مواجهة التحديات التي تواجه العراق تحديدا والذهاب بالعراق لعراق أكثر ازدهارا وأكثر تنمية ورقاء لشعوبه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في كلمته أيضا عن ألية العمل المشترك ألية العمل الثلاثية ما بين مصر والعراق والأردن وأكد على المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها لتحقيق الازدهار والتنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاثة المشاركة في هذه الألية ألية التعاون المشترك مصر والإمارات مصر عفوا والأردن والعراق هذه القمة التي بدأت في تحديد مجلس الأعمال لها في عام 2019 وربما أهم المشروعات الموجودة فيها مشروعات اقتصادية كمشروع الربط الكهربائي ما بين مصر والعراق والأردن أيضا الرئيس في كلمته أكد على استمرار مصر في العمل على مبادئ القانون الدولي العام التي من أهمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهي نهج مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لا تتدخل أبدا في شؤون الدول الداخلية وتحترم دول الجوار وإذا كانت هناك أزمات في هذه الدول فمصر دائما ما تنادي بأن يكون الحل من شعوبها وأن يكون الحوار دائما إذا تحدثنا مثلا على العراق أن يكون الحوار دائما حوار عراقي عراقي لتلبية تطلعات شعب العراق تحديدا هذا ما جاء في هذه القمة أيضا على هامش هذه القمة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لقاء ثنائي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني هذا اللقاء الذي قام على أسس التبادل والتعاون التاريخي ما بين مصر والأردن وناقش عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أيضا كان هناك قمة أخرى أو لقاء ثلاثي آخر عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل أيضا مع ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي وهذا اللقاء تم فيه التطرق إلى آلية العمل الثلاثي المشتركة ما بين الدول الثلاث لتحقيق مكاسب أكبر كي ينتفع بها شعوب الدول الثلاث هذا هو أبرز ما لدينا حتى هذه اللحظة وعليك مرة أخرى دينا نعم أشكرك شكرا جزيلا أحمد عبدالصمد موفدنا إلى الأردن حيث مقرن عقاد مؤتمر بغداد 2 نعم إلينا